تعرف علامات الساعة الكبرى بأنها الآيات العظيمة الخارقة للعادة والتي تظهر معدنة عن قرب انتهاء الدنيا وقيام الساعة ويشار إلى أن أي منها لم يظهر بعد ويكون وطوع هذه الآيات متتابعا أي الواحدة والأخرى ليس بينهما تباعد زمني لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج الآيات بعضها على إثر بعض يتتابعنا كما تتابع الخزر في النظام ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث علامات الساعة الكبرى إلا أن ذكره لها كان لا يقتد الترتيب في وقوعها وذلك لمجيء العطف فيها بالواو وهو الأمر الذي لا يشير إليه الترتيب فيها ولأن ترتيب العلامات يختلف من حديث إلى آخر فقد كانت مسألة ترتيب علامات الساعة الكبرى قابلة الإجتهاد العلماء إلا أنهم اتفقوا ابتداء على أن خروج النار هي آخر العلامات أما أولى العلامات وما يليها فقد كان موضع خلاف بينهم فمنهم من قسم العلامات إلى علامات أرضية أولها ظهور الدجال وأخرى سماوية أولها طلوع الشمس من مغربها كالحافظ بن حجر ومنهم من قسم العلامات إلى علامات دالة عن قرب الساعة أولها ظهور الدجال وأخرى دالة على وقوع الساعة أولها الدخان كالإمام الطيبي ومن علامات الساعة الكبرى أولا ظهور المهدي يعد تصنيف ظهور المهدي أمرا مختلفا فيه بين العلماء إذ أن منهم من اعتبره من العلامات الكبرى ومنهم من قال إنه من العلامات الصغرى وذلك نتيجة لأن الروايات لم يرد فيها نص واضح على تصنيفه ضمن العلامات الكبرى أو الصغرى حيث ينتشر في آخر الزمان الفساد والظلم وتكثر المنكرات فيأذن الله بخروج رجل صالح يجتمع له المؤمنون فيكون قائدا حاكما يصلح الله على يديه أحوال الأمة ويكون اسمه محمد بن عبد الله ويعرف عند أهل السنة بالمهدي وهو يخرج من قبل المشرق وتحديدا من مكة مكرمة فيبايعه الناس عند الكعبة على السمع والطاعة والاتباع فيحكم المسلمون بضع سنين ينعمون فيها بالعدل والخيرات وتعظم الأمة وقد ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام المهدي في العديد من الأحاديث منها ما رواه الألباني عن أبي سعيد الخذري رضي الله عنه عن رسول الله أنه قال يخرج في آخر الأمة المهدي يسقيه الله الغيثة وتخرج الأرض نباتها ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية وتعظم الأمة يعيش سبعا أو ثمانيا وقد تحدث رسول الله أيضا عن صفاته الخلقية بقوله المهدي يمني أجل الجبهة أقنى الأنفي يملأ الأرض قصطا وعدلا ثاني العلامات الكبرى التعريف هو المسيح الدجال خروج المسيح الدجال الدجال هو رجل من بني آدم يدعي أنه رب العالمين فقد مكنه الله بقدرات خارقة لامتحان إيمان الناس ويسمى بالمسيح الدجال لأن عينه اليسرى ممسوحة أي أعور قال رسول الله الدجال ممسوح العين وقيل لأنه يمسح الأرض كلها ويسير فيها أما دجال فلأنه كذاب ومحتال وقد وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة الدجال بأنها أخطر فتنة تمر على البشرية إذ قال ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال يوصف بأنه رجل قصير القام متباعد ما بين ساقيه ممتلئ الجسم شعره كثيف أجعد وهو أبيض البشر وذو جبهة عريضة مكتوب بين عينيه كافر لا يقرأها إلا المؤمن لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب وغير كاتب ويجول الدجال الأرض خلال أربعين يوما وهي المدة التي يمكثها في الأرض فقد سئل رسول الله عن ذلك فقال أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم حيث يتحرك بسرعة كبيرة في الأرض قال رسول الله واصفا أياه كالغيث استدبرته الريح أي كالمطر النازل الذي تدفعه الريح في كل اتجاه مما يمكن الدجال من التجول في أقطار الأرض قاطبة باستثناء مكة ومدينة المنورة حيث لن يتمكن من دخولها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها ثم ترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخله الله كل كافر ومنافق للدجال عدة أساليب في فتنة الناس وإضلالهم وإقناع الناس بألوهيته فقد قال رسول الله فيه إن معه ماء ونار فناره ماء بارد وماءه نار ومن فتنته أيضا أنه يقول للأعرابي أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك فيقول نعم فيتمثل له شيطانان في سورة أبه وأمه فيقولان يا بني اتبعه فإنه ربك إلا أن أهل الإيمان لا يفتتنون به فالله ينجيهم منه ومن سبل النجاة من فتنته أن يكون القلب عامرا بالإيمان ثابتا عليه لقوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا والعمل بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال من حافظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال واللجوء إلى أحد الحرمين الشريفين لأن الدجال لن يتمكن من دخولهما كما ذكر سابقا أما هلكه فيكون على يد عيسى بن مريم عليه السلام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل ابن مريم الدجال ببابل الدن من علامات الساعة الكبرى أيضا نزول عيسى من علامات الساعة الكبرى نزول عيسى عليه السلام لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى ينزل عيسى بن مريم وهو مربوع القامة صبت الشعر أبيض يميل إلى الحمرى عريض الصدر وقد وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله رأيت عيسى رجل مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياضي صبط الرأسي ويمكث في الأرض أربعين سنة يملأ الأرض خلالها عدلا وأمانا ويقتل الدجال ويكثر المال في عهده حتى يفيد من علامات الساعة الكبرى أيضا خروج يأجوج ومأجوج يأجوج ومأجوج هما قبيلتان من البشر من ذرية يافث وهو من ولد نوح عليه السلام وقد جاء أصل تسميتهم من أجيج النار إذا التهبت أو من الأجاج وهو الماء المالح الحارق لشدة ملوحته وخروجهم آخر الزمان من علامات الساعة الكبرى إذ دل على ذلك قوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق ومن صفاتهم الخلقية أنهم صغار العيون وجوههم عريضة وشعرهم أصهب اللون وقد وصفهم رسول الله بقوله تعالى وإنكم لن تزالوا تقاتلون حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون صهب الشعافي ومن كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة بنى ذو قرنين سد يأجوج ومأجوج وهو ملك مؤمن طاف الأرض من شرقها إلى غربها أي من مطلع قرني الشيطان إلى المغرب ولهذا سمي بذل قرنين حيث أنه في رحلته وصل مع جنوده إلى جبلين عظيمين في المشرق بينهما ثغرة يخرج من خلالها يأجوج ومأجوج فيقتلون ويفسدون في الأرض فاستغاث الناس بذل قرنين لما رأوا فيه من قوة وصلاح وذلك من خلال بناء سد يحجب يأجوج ومأجوج عنهم مقابل مال يدفعونه له فتطوع لبنائه دون أجر وأمر بردم الثغرة بقطع من الحديد والحطب وساوا بها بين الجبلين ثم أشعلها فصارت نارا وصب النحاس المذاب عليها فأصبحت سدا عاليا لم يتمكن يأجوج ومأجوج من تسلقه وشديد الصلاة بلم يتمكن من ثقبه ويستمر ذلك إلى أن يأذن الله بخروجهم إلى الناس لقوله تعالى قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله بكاء ويشار إلى أنه إذا اقتربت الساعة فإن الله يمكنهم من ثقب السد فيخرجون على الناس يملؤون الأرض فسادا وقتلا وهتكا للحرمات ولشدة غرورهم وكفرهم يرمون السماء بسهامهم ليغلب أهلها وقد دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخرجون على الناس فيستقون الماء ويفر الناس منهم فيرمون بسهامهم إلى السماء فترجع مخضبة بالدماء فيقولون قهرنا من في الأرض وعلونا من في السماء قسوة وعلوا يستمر يأجوج ومأجوج بالإفساد في الأرض فلا يأمن شرهم إلا من كان مختبئا ومتحصنا بالحصون ومنهم عيسى ومجموعة من المؤمنين معه فيشتد بلاؤهم على المؤمنين فيتضرعون إلى الله بالدعاء فينجيهم الله بإرسال دود تأكل رقاب يأجوج ومأجوج فيموتون ثم يبعث الله طيرا أعناقهم طويلة فتحمل أجسادهم إلى حيث يشاء الله سبحانه تعالى من علامات الساعة الكبرى أيضا هدم الكعبة والدخان يعد هدم الكعبة من علامات اقتراب الساعة وذلك من قبل رجل من الحبشة يدعى بذي السويقتين لصغر الساقيه ورقتهما قال رسول الله يخرب الكعبة ذي السويقتين من الحبشة وقد وصفه بأنه أسود متباعد ما بين ساقيه يهدم الكعبة حجرا حجرا لقوله صلى الله عليه وسلم كأني به أسود أفحجا يقلعها حجرا حجرا ويشار إلى أن ما سيحدث للكعبة من خراب لا يتنافى مع قوله تعالى حرما آمنا إذ أنه يبقى آمنا إلى قرب قيام الساعة لا إلى قيامها الفعلي أما المدينة المنورة فسيخرج الناس منها وذلك من علامات الساعة فيتركونها حتى تصبح خاوية على الرغم من طيب عيشها وثمارها إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوافي والعوافي هي الطير والسباع وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أن الدخان الوارد ذكره في قوله تعالى فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين هو من علامات الساعة وذلك في قوله تعالى إنها لم تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات فذكر الدخان من علامات الساعة الكبرى أيضا رفع القرآن من الصطور والصدور يعد القرآن محفوظا في الصدور والصطور إلا أنه لن يبقى في الأرض في آخر الزمان فالمحفوظ منه سيرفع من صدور الحافظين والمكتوب منه سيرفع من المصاحف حتى لا تبقى منه آية وذلك من علامات اقتراب الساعة كما أخبر رسول الله بقوله ولا يسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وإن رفع القرآن له من أعظم الأمور التي ستحصلوا من أشد الفتن فإنه لا تبقى كلمة منه في صدر أحد من الخلق ولا يبقى حرف منه في مصحف وإن الله هو الوحيد القادر على رفعه فهو محفوظ بقدرته إلى أن يشاء الله رفعه قال تعالى وَلَاِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا من علامات الساعة الكبرى أيضا طلوع الشمس من المغرب طلوع الشمس من مغربها من العلامات العظيمة الدال على اقتراب الساعة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها لن ينفع النفس إيمانها إن لم تكن قد آمنت من قبل وذلك لقوله تعالى ثلاث إذا خرجن لا ينفع نفسا إيمانهم لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وذكر منها طلوع الشمس من مغربها والسبب في عدم قبول الإيمان في ذلك اليوم أن طلوع الشمس من مغربها أمر عظيم يراه كل من يكون في ذلك الزمان فتذهل العقول وتخضع القلوب معترفة بخالقها من علامات الساعة الكبرى أيضا خروج النار اتفق العلماء على أن خروج النار هي آخر علامات الساعة الكبرى لقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات إلى أن قال وآخر ذلك نار تخرج من اليمني تطرد الناس إلى محشرهم ويفهم من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذه النار تخرج من اليمن وتسوق الناس إلى محشرهم وهو بلاد الشام لقوله صلى الله عليه وسلم ستخرج نار من حضر موت أو من نحو بحر حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس قالوا يا رسول الله فما تأمرنا فقال عليكم بالشام وهذه النار ليس الهدف منها إحراق الناس وإنما سوقهم إلى محشرهم فتبقى ملازمة لهم ليلا ونهارا تبيت معهم وترحل معهم وتبقى هكذا حتى تظل بهم إلى الشام وقد ورد ذلك عن رسول الله بقوله ويحشر بقيتهم النار تقيل معهم حيث قالوا وتبيت معهم حيث باتوا وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أنسوا من علامات الساعة الكبرى أيضا الريح الباردة أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق أما المؤمنين منهم فينجيهم الله من أهوالها وذلك بإرسال ريح طيبة تقبض أرواحهم فلا تظل على الأرض نفس في قلبها متقال ذرة من إيمان لقوله صلى الله عليه وسلم ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشأم فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه متقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى لو أن أحدكم دخل في كبد جبلي لدخلته عليه حتى تقبضه قال سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيبقى شرار الناس وقد ورد عن رسول الله في رواية أخرى أن هذه الريح تأتي من اليمن وذلك بقوله تعالى إن الله يبعث ريحا من اليمن ويحتمل الجمع بين الروايتين الأول أنهما ريحان شامية ويمنية والثاني أن الريح تبدأ من إحدى المنطقتين لتصل الأخرى من علامات الساعة الكبرى أيضا الدابة أخبر رسول الله عن خروج علامة من علامات الساعة الكبرى في اليوم الذي تطلع فيه الشمس من مغربها ألا وهي دابة تكلم الناس إذ قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحا فتكلم الناس بكلام واضح وتخبرهم أن الناس كانوا لا يوقنون بآيات الله وتميز المؤمن عن الكافر بوضع علامة على أنف المؤمن فيعرف أنه مؤمن لقول رسول الله تخرج الدابة فتسم الناس على خراطمهم ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل الدابة فيقال ممن اشتريت فيقول من الرجل المخطم وبعد خروجها إلى الناس لا ينفع الإيمان لمن لم يكن مؤمنا من قبل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا وذكر من بينها دابة الأرض من العلامات من الساعة الكبرى هي الخسوفات الثلاثة تعد لفظة الخسف مصدرا للفعل خسفة فخسفت الأرض أي غارت بمن عليها وخسفت به الأرض أي اختفى بداخلها ومن علامات الساعة الكبرى حدوث ثلاثة خسوف في الأرض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشرة آيات في الأرض لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات وذكر منها وثلاثة خصوف خصف بالمشرق وخصف بالمغرب وخصف بجزيرة العرب وهذه الخصوف الثلاثة ليست كغيرها مما يحدث الآن فهي أعظم مكانا وقدرا وتكون في المشرق وفي المغرب وفي جزيرة العرب كما أخبر رسول الله